تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيدة من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 380 قضية تمونية بمضبطات تقدر بـ 218 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 43 طن سلع غذائية كما تم ضبط أكثر من 30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 31 طن دقيق وسكر مدعم أما في مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط أكثر من 114 طن أسمن توحد تسليح وفيما يتعلق بقضايا المخابز تم ضبط 497 قضية من بينها 141 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضايا خبز غير مطابق للموصفات ترجمة نانسي قنقر